لأول مرة منذ ثمانية عشر عاماً يحتفل الأسير الفلسطيني المحرر لؤي المنسي بعيد الأطحى المبارك بين أحضان أسرته فبعد أن طورد لثلاث سنوات واعتقل لمدة خمسة عشر عاماً يفتقد لؤي اليوم والدته التي توفيت عندما كان خلف القطبان الأسير المحرر لؤي المنسي لم تكتمل فرحة العيد لديها على مدار السنوات الخمسة عشرة الماضية بينما كان داخل المعتقلات هذه المرة العيد مختلف رغم تلك الغصة التي يثيرها غياب والدته عن المنزل العيد داخل السجن فرحة فرحة ليش؟ عشان نعكسها نورجع حتى العدو وحتى السجان أنه داخل السجن حتى فرحانين أصعب الشغل إذا أنا أتأخذ السجن هي وفاة الوالدة أنا كنت زايرتني كابلها في خمسة أيام بأجواء مختلفة يحل عيد الأضحى هذا العام على عائلة لؤي فالشاب الذي اعتقل بتهمة إطلاق النار صوب جنود الاحتلال عام 2001 وطورد لثلاث سنوات بعد ذلك يعود لأحضان العائلة بعد غياب لثمانية عشر عاماً أول عيد اللي هو بيننا مش من خمسة عشر سنة من طمانطعش فيه ثلث سنين كاعد فيها كابل السجن مطارض ومعاش يش معنا جواء العيد يعني هو العيد يعني هلأ إشي كتير حلو إنهم خمسة عشر سنة لو هاي مش موجود معنا وأول عيد بدو يحضره ومعنى هاي ما متوفية بس إنهم حلو حلو العيد بوجود لاي يعني إشي غريب كتير وإشي حلو كتير وإن شاء الله يا ربي كل الأسرة بعيدهم مع أهلية وما يكونوا عز منهم حدا أول عيد أنا بكون فيه وعمي معنا وأحلى عيد هذا فرحة العيد التي لربما اكتملت لدى عائلة الأسير المحرر لأي المنسي هذه المرة تبقى منقوصة لدى قرابة ستة ألاف وخمسمائة عائلة فلسطينية تباعد سجون الاحتلال بينها وبين أحد أفرادها لربما يكون الأب أو الإبن أو الأخ أو الإبن أو الأم حتى من مدينة رمال المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا